محمد جمال هيقول لي السورة انا شفتها النهاردة مرسل كله هو موطرت شوية على امور في النادي في الاهلي اثناء المبارجة عليه الكاميرا بس قبل ما نروح للقطة دي هو كان عايز يكمل على كلام محمود شاكر فيما يخص محمود عبد المنعم كهرباء وتأثيره في هجوم النادي الاهلي كهرباء اكتر العيب يغيب يا كريم عن فرقة النادي الاهلي بسبب الايقاف مبدئيا الموسم الحالي فكهرباء بيغيب يغيب مهما يغيب ويفضل كهرباء هو كهرباء اكتر العيب يسجل واكتر العيب مؤثر في خطة هجوم النادي الاهلي تتفرج على تسلسل محاولاته النهاردة في كل مبارجة كده على فكرة تتفرج على تسلسل محاولاته وعالفكرة دي فيها نقطة ايجابية ونقطة اصالبية بس ده مش اللي انت كنت تغيبه في الاسكليبت لا 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 ما كان بقاولك في الاخر ما هو في جزء بتقل في الاول وجزء في الاخر بص يا كريم دي كانت اول محاولة اه طبع كهرباء الكرة دي كانت ردت من العرضة لامام عشور ردت له كانت ردت وراه حطاها حظه كان سايق راحت في العرضة ما هميتش اللي بعده حاول قطع بعديها على طول الكرة اللي هتيجي بعديها على طول قطع على القريبة علشان ياخد الكرة ما جاتش حاول تاني كمل 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 الفريم اللي بعد قطع ما جاتش كمل اللي بعدها طلع برة التمنتاشر واشتغل برة التمنتاشر حاول الكرة اللي شاطها تعمل لاب لوك اللي بعده كمان كرة اللي بعدها قطع من كروس محمد هاني حطها بدماغه الجنشة لحد ما سجل ده بيقولك حاجتين مهمين رقم واحد انه بيروح عنده فعالية قادر يشتغل رغم انه بعيد جدا عن الفرقة التانية انه اكتر لاعب لما بيشترك اتعرف ان الكهرباء يسجل يسجل في الاول يسجل في الاخر في الاخر يسجل رقم 3 انه ما بيزهقش كهرباء مرة اتنين تلاتة ومراك كتير بيحاول مرة اتنين وتلاتة ما بيزهقش اخيرا كهرباء بالنسبالي بالنسبالي هو اكتر لعيب في النادي الاهلي بيفكرني باللعيبة اللي احنا كنا زماية نقول عليها ان اللعيب بيغيب بيغيب وترجع ريحته فيه ايوه هي جيلك هي جيلك نقطع في سكريبت والله زي عناوين كده بنحطها مع بعض واحنا داخلين عشان التحليل فولا ما وراني العلوان دوت انا قلت له لا اجامل صحف الشاطر قصلا كمان جي من الصحف الشاطر يعاني قول تاني والنبي قولها والنبي تاني بيغيب ويقول ريحته فيه كهرباء ضع كهرباء اه زعطية زعطية كمان قالك وزعطية مخرجنا قالك واحدة احلى بقى قالك نغيب نغيب ونرجع بهبتنا ايو طبعا طبعا سلب حفيز سلب حفيز كان اكتر لعب يتصاب في النادي الاهلي يرجع بعد الاصابة زي اخر مباراة قبل الاصابة ده كهرباء يغيب ما بيشتركش وبيرجع تاني هو محمود كهرباء المهاجم الاساس النادي قليل حتى لو ضيع وما بين قسين كده ما بين قسين ونرجع نفتكرها بعد اسبوعين ثلاثة كهرباء من اللعب اللي محطوط عليهم قسين انه ممكن يكونوا موجودين في أمم أفريقيا دعم اللي خط وجمه انتخب مصر مع محمد مع مصطف محمد السلام السلام عليك طيب